مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي مرحبا بجهاب الملتحمة هذا المرض خاص بالعين العين دي الارنب وذلك على مستوى الجفون بحيث تكون افرازات عديدة على مستوى الجفن دي الارنب مما يؤدي الى ان الارنب يبقى يفرق عينيه يبقى يفرق العينيه بوسط الاقدام الامامية ويعد هذا المرض في حقيقة هو مرض بكتيري والسبب دياله وهو الدخان والابخيرة والبخاخات الكيموية الممكن ان الارنب يتصبع وهذا المرض يصيب خصوصا صغار الارنب يعني الفأر الارنب البالغ قليل فيك يتصب هذا المرض هذا ثاني مرض وهو الباستريلا الباستريلا وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي بالتهاب او التهابات حادة وكتكون هذه الالتهابات مزمينة يعني كتبقى فيها طول طول العمر دياله اسمه كيسبب هذا المرض ديال الباستريلا كيسبب السعال والعطاس وهو ايضا مرض بكتيري هذا المرض الثاني المرض الثالث وهو دا الأكريات وهو مرض طفيلي ومشي بكتيري هو مرض طفيلي وهو اكثر الأمراض شيوعا بين الأنانيب وهو يعني كيفاش كنعرفوا هاد المرض ديال الأكريات وهو الإسهال وفقدان الشاهية كتكون عند الأرنب إسهالات على مستوى الماعدة وكتسال الفقدان الشاهية ما كيبقى شيئا ومني كنقوموا بالتشريح ديال الأرنب يعني كنشوفوا السبب ديال الوفاة دياله كنلقوا أن هاد المرض كيؤدي التهابات على مستوى الأمع يعني كنلقوا المسيرنا ديال الأرنب من فوخين يعني كنشرحوه كنلقوا أنه يعني المسار من فوخين إذا هذا من جهة كين واحد المرض آخر اللي بحقه بزاف ديال الكمونتير جاوني إلى قبله وهو تكتولات ديال تدي يعني طبيعا الحاك يصيب الأمهات بحيث أنه الأمه كتقاش تخرج للحليب بشكل كافي كتخليه كنخزن عندها في الحلامات دياله ابتدي دياله أو الحلامات سموه كي يؤدي هذك شي كي أدي أنه هذا التحجر ديال الحليب كي أدي أنه كي يؤثر بشكل مباشر على الصغار إنما ما كي بقوش يردعوه كي يلقوا الحليب أنه ما متحجر في الحلامات ما يمكنش ما كي بقوش يقدرو يتزودو بالحليب من الأم دياله كين عوتاني خامسا وهو تصمو الأودن وهو عبارة عن واحد القشور كتجي داخل الأودن كده كتكاشر هذك القشور كتكون في لون يلاء الصفراء كده هذك القشور كتكون في لون غي شوية ومن بعد كتولي كتتكاتب سمو كتدير القشور هذي كتولي كيولي الأرنب من زعج يعني تصوروه أن الأرنب عندوه شي حاجة في أودنه ومخادرش يحيدها كي باش سمو كي بقى يدير كي بقى يفرق كي بقى يدرب راسه مع الأرض كي بقى يفلول كي يجي هذك الالتواء ديال الرقابة علش كي يجي الالتواء ديال الرقابة إنه أنه ما كيقدرش يوصل لهذك تصمغ وكي بقى أنه كي يحاول أنه يلوير راسه باش يحيد إليه هذك التصمغ اللي في الأودن كي النوع أخر اللي كي بقى يدرب راسه مع الأرض المربي ما كيفهمش علش أنه كي بقى يدير هكاك المهم اللي يصير هده 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 يعني التصمغ ديال الأودن حاولوا تحيدوه في اللول ديالهم كيفاش غنحيدوه غيب قطرة ديال الزيت الرومية عادية تقديروا علوم في الأودن ديالهم وكي عندك الرشاشة ديال كولير زرقاء هي رشاشة زرقاء كي اللي كي يسميها كولير بلو كي اللي كي يسميها بلو دميتيلان بلو دميتيلان سهية المهم أنه هده 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 المرض خصو يدوى في البداية دياله علاش؟ لأنه ممكن أنه يسيب الأرنب بشلال جزئي الناس اللي اللي كي يلقاوا هده المشكل ديال الشلال جزئي راه من كي يكون من هده القادية يعني سموه كي بداي يعني الأضرار دياله على الأرنب كي أنه إما شلال جزئي إما أن الأرنب كي يقدس الوزن دياله وكي يقدس الشهية وبالتالي كي تتعظم حنا كنقوله كي تسلسل كيولي عنده السلسول خارج له من ظهره وكيموت كين واحد المرض آخر وهو موضوع الساعة وهو الحرارة الحرارة اللي مشتت جاوزت 33 درجة يعني عند الأرنب وبسبب الرطوبة المرتفعة وكي الناس اللي مداني الشهوية جيدة سموه كيوقع كيوقع أن الأرنب كيبقى مستلقي على البطن دياله لاحظوا أن الأرنب كتجي الحرارة بزاف كيبقى مستلقي على البطن دياله سموه إذا تجاوزت الحرارة 33 درجة كيموت الأرنب وكيخرج له الدم من نيفه ومن فمه يعني يحاولوا أنكم ديروا شي طريقة أنكم تبردوا على الأرنب ديالكم أو تضلوا عليهم ويكون عندكم واحد الميزان ديال الحرارة وتقوا وتقروا شحال ديك النهار أرا كين في ديال الحرارة دان حلقة حصرية را كينش أمراض مع مري ما هدرت عليهم حاولت أنني منقش نظر الأمراض العادية حاول أنني نبهكم لبعض الأمراض اللي ممكن أنها تصابت أرنب ديالكم الناس لم يشاركوا معنا يشاركوا معنا لا تنسوا أن تبجير جميعا والجرس كي يصل لكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة